السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مرقا فارس في حلقة جديدة وموضوعين جديد في هذه الحلقة سوف نصمم إن شاء الله اللوغو الذي جاهدته قبل قليل أو قبل بداية هذه الحلقة أولا كل ما عليك فعله هو أن ترسم اللوغو بيدك بهذا الشكل إذا كنت تريد أن أترك لك هذه الصورة سوف أترك لك رابط لتحميل هذه الصورة إذا كنت تريد أن تعمل عليها ليس هناك أي مشاكل بالإضافة لأننا سوف نترك لك اللوغو في الأخير أيضا أيضا تحميله من رابط أسفل هذا الفيديو فقط للأشخاص الذين يعرفون فقط أريد منك أن تضع لنيو غايد هكذا وتضع في المنتصف تماما فقط سوف نضع واحد ولكني لا أحتاجه الآن لذلك سوف أقوم بعمل بالموف تول فقط عندما أحتاجه سوف أستعين به وأستعمله بعد ذلك كل ما عليك فعله هو اختيار البنتول بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون أو لا يجدون أن تعمل مع البنتول قلنا نقطة النقطة الثانية استمر بالضغط عندما أقوم بعمل إلى أعلى أو أسفل فهو يقوم بالإنحناء إلى أقرب إلى النقطة الثانية كلما يبتعد الإنحناء يقترب أكثر من النقطة الأولى كما تشاهد هنا عندما أريد أن أقوم بعمل نقطة ثانية فشاهد معي الكيرفز الذي أحصل عليه هنا فلي أتفادى ذلك كل ما عليك فعله هو الضغط على الزر الألت بعد ذلك أضغط بهذا الشكل وأستطيع أن أستمر في حال كنت أريد أن أحرك هذه النقطة مباشرة كل ما عليك فعله هو الضغط على الكنترول وتحريكها آآ بهذا الشكل مثلا بعد أن قمت بها التحديد لاحظت أني أحتاج إلى آآ تحريكها بعد أن أنهيت الشيب الأول الذي يكون بعيد نسبيا بحوالي مربع أو واحد سنتيمتر وذلك لغرض سوف أتراه بعد قليل حتى أقوم بعمل الشيب الثاني وأقوم بعمل آآ فل لهذا استروك فقط أريد أن أشير إلى نقطة في مثل هذه التصاميم قبل أن تكاثر عليك الأمور عليك أن تنبهيها إلى تسمية كل طبقة من الأحسن من الأحسن فعندما يكثر عليك العمل سوف تتلخبط عليك الأمور لذلك من الأحسن في كل مرة أقوم بتسمية الطبقة بالأمر المناسب فهذا الأمر ضرورة لا خيار فقط دعنا نقوم بجعل هذه المنطقة كاملة بالأبيض هكذا نعمل زوم هنا لذلك سوف أقوم بعمل تحديد أفتح طبقة جديدة وأعمل تحديد وأقوم بعمل delete آآ بعد ذلك ينتج معي آآ هذا الشيء بالنهائي أقوم بعمل control D آآ هكذا لأقوم بعمل نسخة له أو أقوم بسحبه وأنسخه بهذا الشكل بعد ذلك أضغط control D بي الزر الايملية على الموس بعد ذلك flip horizontal أقوم بالضغط على أداة الموفدول apply وأنا ضغط على shift حتى لا يصعد لا إلى أسفل ولا إلى أعلى وأقوم بآآ وضعه هكذا في مكانه يا صديقي آآ بهذا الشكل أو آآ يمكنك مباشرة أن تنسخ الأسنان مرة أخرى أو تستطيع أن تقوم بعمل الأمر مع بعض control D آآ نسخة control T بي الزر الايمل للموس flip horizontal آآ أضغط enter لعمل apply آآ نضغط على shift و آآ بعد ذلك مرة أخرى آآ سوف أقوم بعمل الرفلي أو آآ تأثير آخر آآ نقوم بعمل shape مرة أخرى آآ أقوم بعمل طبقة جديدة حتى لا يخترطها العمل آآ fill and filling control D بهذا الشكل آآ بعد ذلك آآ سوف أقوم بعمل آآ رفلي أو تأثير آخر آآ هذه المرة سوف يكون بآآ لون مغاير قليلاً آآ أختار عينة لونية آآ تتجه إلى الرمادي آآ أختار الثيل بعد ذلك الثيل control D آآ مرة أخرى آآ وأتأكد أني أسحبها إلى أسفل آآ حتى لا تأتي فوق أي جزء من هذه الرسومات آآ هكذا آآ مقبولة آآ ربما سوف نضيف آآ تأثير آآ آآ هنا في الأسفل بنفس اللون دهنا نقوم عمل الشيب أولاً آآ بعد ذلك آآ ننتقل إلى هذا الشيب آآ بشكل سريع فقط آآ ننتقل إلى أعلى آآ اللاير آآ 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 أقوم بعمل البنتول آآ أقوم بعمل طبقة جديدة آآ أقوم بعمل آآ فيل control آآ آآ دي أو نفس الأمر لأقوم بالحصول على الطبقة أخرى control تي بزر آآ آآ اضغط على حرف شيفت أو أضغط انتر لأتأكد من آآ تأكيد التحويل آآ بعد ذلك كما أنا ضغط على زر الشيفت آآ أقوم بتحويلها آآ هكذا آآ يمكنني أيضاً أن أقوم بتغيير إلى أي عينة لونية أريدها ليس هناك أي مشاكل على الإطلاق آآ فقط آآ هنا في الأدن أيضاً سوف أضيف آآ شيب آخر قوم بآآ اضافة شيب آخر control آآ هنا آآ احتفظ بنفس اللون آآ حرفة جي لاختصار وقوم بعمل لنسخها مرة أخرى أو أسحبها هكذا control تي بزر الماوس مرة أخرى اضغط مرتين لأؤكد آآ مرة أخرى أنا ضغط على زر الشيفت اختار طبعاً وأقوم بتحريكها آآ بهذا الشكل يمكنني أيضاً أن أضيف آآ هدين آآ قوم بتغيير لوني هما إلى أي لون آآ أريده لأحصل على تأثير آآ يكون آآ جيد آآ فقط آآ سوف نقوم بإضافة العين آآ بشكل جيد آآ لذلك سوف نخفي هذه control enter آآ خلينا نقوم بتسميتها طبقة آآ كنترول دي لأقوم بعمل آآ ديبليكايت كنترول تي آآ بعد ذلك أدخل كل شيء في آآ جروب آآ وأقوم ب آآ دعنا ننزل إلى أسفل إطلاقاً بعد ذلك نفتح طبقة جديدة آآ لا حاجة لنا بالساعة أقوم بعمل البنتول وأختار حيث يحدد لي كل الخلفية التي ليس لها أي لون إلى حد الساعة يقوم بتحويلها إلى تحديد طبقة جديدة اللون الأبيض آآ جي وآآ بهذا الشكل بعد ذلك كنترول دي لا لا أحتاج آآ دعنا نقوم بعمل آآ هكذا من هنا إلى آآ هنا ونقوم بإدخال كل شيء في آآ لأحصل على اللوغو بهذا الشكل. آآ فقط سوف أقوم بعمل آآ أتي إلى ريكتانجل ماركتول وأقوم باصناعة آآ دعنا نقوم بعمل ريكتانجل من هنا وهكذا آآ هكذا جيد. أقوم بإخيار الفيل آآ أختار لون أسود أو أقوم بإخياره فيل فقط آآ دعنا نختار اللون الأخضر آآ حتى ألاحظ كيف أعدل آآ آآ بعد ذلك أضغط هكذا كنترول تي. آآ دعنا نقوم بتقليل الأوباسيتي قليلا. أولا نقلل من الأوباسيتي. آآ بعد أن نقلل من الأوباسيتي. أقوم بعمل كنترول آآ دي. آآ هكذا آآ آآ أعود أضغط مرتين وأؤكد آآ 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 دعنا نختاره لون أسود. هقوم بإرجاع الأوباسيتي إلى آآ مئة بالمئة. آآ دعنا نختار آآ أبيض آآ نمط آآ دعنا متواصل آآ ربما ستة أو تمانية آآ آآ هكذا مقبول جدا. آآ بعد ذلك آآ أضغط على أداة الكتابة تكستول آآ آآ أكتب أي نص أريده. مثلا أنا سوف أكتب اسمي. آآ في حال أريد أتعامل مع النص بأكثر احتلافية ويندوز آآ بعد ذلك آآ كاراكتر آآ إنه هي ويندوز آآ كاراكتر وأتلعب بالقيام كيفما أريد. مثلا المسافة بين الحرف والحرف وآآ كل هذه الأمور. آآ بعد ذلك أنزل آآ إلى أسفل من الغروب ليكون أسفل اللوغو. آآ وأقوم بعمل آآ الشيب. أستطيع أن أستعمل الغايد الذي فتحته قبل قليل أو أستطيع أن مباشرة أضغط على ليقوم بعمل آآ خط متوازي تماما. كنترول دي كنترول تي. آآ بزل آآ دعنا نخفي دعنا نخفي اللوغو. كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم. آآ أتمنى أن تكون الحلقة آآ خفيفة الضريفة عليكم. شكرا للمتابعة والإصغاء. حتى ألقاكم في حلقة جديدة وموضوعين جديد. لا تبخلوا علينا بالضغط على الزر لايك. كومنت أسفل هذا الفيديو. اشترك في القناة إذا كانت هذه أو المشاهدة لك للارغة الفارس. حتى ألقاكم في حلقة ثانية يوم غد إن شاء الله. سلام. شكرا للمشاهدة